يوما بعد آخر تتفاقم معاناة الفقراء بسبب أزمة ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي خصوصا مع حلول شهر رمضان المباركة فأبو أحمد الذي يفترش الأرض في إحدى أسواق بيع المواد المستعملة في كربلاء لم يجد له خيارا آخر سوى بيع بعض من حاجات منزله المستعملة ليوفر بثمنها قوته اليومي لسد رمق عائلته بعد أن عجز عن إيجاد عمل آخر له والله العيشة جابت من السوق غلاء معيشة ما متوفر عنه خبزة الجهال ما قود أجيبه أطلع أبيع غراض بيتي آكل ما أبيع يموتون جوع المشتكل الله المنتش لكي قاعد تجاوز يعني أروح أفتر على وانا أدقك بالبيبان وانا وانا أدقك أجيب غراض بيتي أبيع حين وأشتري غراض منه أبيع وأشتري هذا رمضان ما أجل بعد أقول الله أقول الله والله العظيم أقول الله الله هو أرحم الراحمين يعني أنت سي لوما يخصصون مثل على البطاقة التومينية كل نفر مئة أليف ما خسراني شيء من الدستور من حصة النفط الشعب العراقي يأخذونا ودعنا نشتغل هنا ما قلنا خبزة زيانا إذا يحاربونا وانا نروح وتدرى هذا رمضان إجا وهذا الفقير من هنا يجيب عربة لولالة يعني بنكة بالسوق بخمسة وثلاثين هنا البنكة بحشر تالاب دينار اللي يجيب غراض يبيع يشتري غيره يشتري غراض بيته على أمود يشتري الأرخص على أمود الإيجار والقنينة والطحينة وبطل الزيان صار بأربعة وبخمسة مواطنون بدورهم انتقدوا الفشل الحكومي بالتعامل مع عزمة ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق مع حلول شهر رمضان الفضيل مشيرين إلى أن استمرار الخلافات السياسية بين الكتل وتأخر تشكيل الحكومة ألقت بذلالها السلبية على المواطن البسيط الذي يبحث عن من ينتشله من واقع مرير يعيشه منذ سنوات طويلة نحن حاليا بشهر رمضان بدون بطاقة تموينية طماطئة لخيار بيتنجان وصل إلى الفين الف ونص الزيت لا يزال بأربعة تالاف وخمسة تالاف دينار بعض الفواكه وصلت للخمس تالاف دينار والحكومة ما إلهي أي دوره وجاي اللاحظ صراعات على المناصب والمكاسب والمصالح الشخصية وما جاي يشكلون الحكومة ويشوفون الشعب بها حال يعني احنا إلى متاب هاي الأزمة عامل العمالة المصدر الناس تسكن العشوائيات مين تجيب كافي مل الشعب مل مل هذا رمضان تروح تشوف بطل الزيت شقيد شعره كلها صعدت المواد الغدائية للأسف وهي كارثة بحد ذاته وأين الحلول؟ يعني واحد يشمر على اللاخ كل واحد يريد ومع استمرار الأزمات السياسية والفشل المستمر والمزمن لحكومات توالت على البلد وأخفقت في إدارة الدولة ينتظر المواطن حكومة وطنية تعمل على تحقيق تطلعاته بواقع أفضل من كربلا طارق طارق الخفاجي قناة رشيد فلايا ترجمة نانسي قنقر